هل طارت الجلسة التشعية قبل أعلان موعدها؟ قد لا يصبح الجواب متاحاً قبل اجتماع هيئة مكتب المجلس الاثنين على الأقل لبحث جدول أعمال الجلسة التشعية المرتقبة وسط معلومات عن جدول أعمال ضخم يصل عدد بنوده إلى سبعين وبعد أعلان ستة وأربعين نائباً يضمون نواب القوات والكتائب والتغيير ومستقلين مقاطعة التشعية انطلاقاً من أن المجلس بات هيئة ناخبة لا تشعية بفعل الشغور الرئاسي تبقى العين على موقف تكتل لبنان القوي الذي يحسم بموقفه تأمين نصاب الجلسة أو إسقاطها وقد حسم التيار موقفه واضحاً كان رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل لا مشاركة ولا ينطلق الأمر من موقف شعبوي بل من واقع سياسي ومبدأ لم يتراجع عنه التيار الوطني الحر حسم باسيل الموقف ورفض جدول أعمال فطفاضاً وتمديداً يفيد أشخاصاً وسأل عما يضمن إقرار قوانين ملحة وضرورية في حال إدراجها أقنعون بالضروري لنبحث في المشاركة من عدمها تقول أوساط التيار مشددة على أن الوطني الحر لم يبدل موقفه فهو كما كان إبان الشغور الرئاسي بين عامي 2014 و2016 مقتنعاً بتشريع الضروري والملح لا يزال كذلك اليوم خصوصاً أن المجلس النيابي هو السلطة الدستورية الشرعية المحصنة بالانتخابات النيابية والوحيدة القائمة حالياً على عكس حكومة تصريف الأعمال غير الشرعية والفاقدة لثقة المجلس النيابي والتي ولل مفارقة حظيت بمباركة سامير جعجع والقوات لجلساتها غير الدستورية وغير المثاقية وتذكر الأوساط بمفارقة أساسية حيث أن المزايدين اليوم من كتائب وقوات شاركوا بين عامي 2014 و2016 بجلسات ما عرف بتشريع الضرورة حتى بلغ عدد القوانين التي أقرت في العام 2015 54 قانوناً وعام 2016 77 قانوناً يومها لم تكن حجة القوات والكتائب الشغور الرئاسي في وقت يستبقون اليوم إعلان التيار لموقفه من الجلسة للتصويب عليه محسوم قرار التيار الوطني الحر بعدم المشاركة إذن فيما دعا بر هيئة مكتب المجلس إلى اجتماع يوم الاثنين لبحث جدول أعمال التشعية المفترضة بالموازات لا يبدو الرئيس بر مستعداً للتراجع عن أي من بنود جدول الأعمال بعدما وافق على خلق الدستور بتغطية اجتماعات حكومة تصريف الأعمال في ظل الشغور الرئاسي ما يعني أن جدول الأعمال فطفاض جداً وهو ما رفضه بسيل كما أن الجدول يتضمن اقتراحي قانون يرميان للتمديد للمدراء العامين ورؤساء الأجهزة الأمنية والعسكرية أحدهما مقدم من المعاون السياسي للرئيس بر النائب علي حسن خليل الذي يقترح التمديد ثلاث سنوات تعيين المدراء العامين في الإدارات والمؤسسات العامة ورؤساء الأجهزة الأمنية الذين يحالون على التقاعد قبل نهاية العام 2023 وخطورة هذا الاقتراح أنه يتضمن تمديداً لتعيين حاكم مصرف لبنان رياض سليم الذي تنتهي ولايته في تموز المقبل لثلاث سنوات على اعتبار أن مصرف لبنان هو مؤسسة عامة هذا بالإضافة إلى التمديد لكل من اللواء عباس إبراهيم واللواء عماد عثمان فكيف يتحدث البعض عن موافقة التيار الوطني الحر على اقتراح التمديد وهو الذي يواجه ممارسات حاكم المركزي منفرداً وسبق أن أعلن موقفه بضرورة تعيين بديل له منذ اللحظة الأولى للانهيار الكبير هذا بالإضافة إلى أن الطعن بهذا التمديد أكثر من ممكن لبل طبيعي وهناك سوابق تمثل آخرها بقبول المجلس الدستوري للطعن المقدم من النائب سيزار أبي خليل بتعيين جان العلي رئيساً لهيئة الشراء العام بموجب قانون الشراء العام فأسقط الدستوري تعيين العلي أما اقتراح الكابيتل كونترول فمن يضمن إقراره بعد مناقشة تعديلات هي أكثر من ضرورية عليه في ظل موقف سلبي من صندوق النقد الدولي من الصيغة التي تم التوصل إليها في اللجان المشتركة أكثر من ذلك فإن موافقة البعض على اقتراح الكابيتل كونترول اشترطت إقراره بإقرار قانون هيكلة القطاع المصرفي والخطة الاقتصادية غير الموجودين حتى اللحظة فأين هي البنود المصرية إذن وأين الإلحاح؟ أم أن توسيع جدول الأعمال ليس إلا رصاصة الرحمة على الجلسة التشعية قبل الدعوة إليها تضع الكرة في ملعب المقاطعين وبشكل خاص التيار الوطني الحر وتجنب بعض الأطراف تجرع كأس تمديد أمني ما لا يبدو مستحباً ترجمة نانسي قنقر